وفي ردود الأفعال قال رئيس مجلس وزراء العدل العرب المغربي عبداللطيف وهبي أن استضافة العراق لهذا المؤتمر أعاده للصف العربي وغدا سيكون الاجتماع ناجحا ونؤكد أن العراق له القدر على إدارة اللقاءات دعيا الجميع للعمل لحقوق المواطنين في الوطن العربي من جهتها قالت وزيرة العدل الليبية حليم إبراهيم خلال المؤتمر أن العراق بلدنا الثاني والاستضافة لهذه الدورة يدل على الأصالة والجدية ونؤكد من هذا المنبر ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات القانونية وحماية حقوق الإنسان ونتطلع إلى زيادة التفعيل ومذكرات التفاهم وتبادل السجناء بين الدول العربية وزيارة ذويهم